في حكمة عند العرب تقول سوء التدبير سبب التدمير سوء التدبير سبب التدمير وهناك حكمة أخرى تقول بحسن التدبير القليل يصبح كثيرا والبعيد يصبح قريبا والضيق يصبح واسعا بحسن التدبير أتذكر وتذكر معي لما كنا صغارا كان أحيانا الوالد رحمه الله تعالى يوكل إلينا أن نضع الأغراض لأننا سنسافر في شنطة السيارة فأنا آتي إلى الأغراض وإذا هي كثيرة أمام شنطة السيارة فأضع غرضا غرضين ثلاثة أغراض ثم أرجع إلى أبي فيسألني إيش أخبار الأغراض وضعتها في الشنطة فأقول نعم لكن بقي ثلاثة أغراض أربعة أغراض شنطة وكرتون لماذا لم تأخذها شنطة السيارة لأن ما عندي حسن تدبير فيأتي الوالد ويقول أخرج الأغراض أخرج هذا الكرتون ثم يبدأ ماذا يفعل يرتبها يرتبها حتى أحيانا يبقى مكان فارغ يقول اذهب إلى والدتك وقل إن كان عندكم أغراض زيادة ايتوا بها حتى أضعها مكان ضيق لكن مع حسن التدبير أصبح أصبح واسع كم من الناس يعطيه الأوعز جل مالا عظيما ثم ما يذهب شهر شهران يسأل عنه أخوه الكبير ما أخبار الأموال التي جاءتك سواء من إرث أبيهم أو أمهم أو جاءتك بشكل أو بآخر وإذا هو قد أنفق هذه الأموال ولم يبقى معه إلا القليل هل استثمرت منها؟ لا هل بنيت بيتا؟ لا هل اشتريت سيارة الأساسيات في الحياة؟ لا دخلت فيها في تجارة هنا وهنا وخسرت في غالب هذه التجارة سوء التدبير سبب التدمير وقل مثل ذلك في حياتك كلها لا بد من حسن التدبير طيب كيف يكسب الإنسان حسن التدبير؟ يعني يذهب إلى الصيدلية يقول أعطني ثلاث حبات من حسن التدبير؟ لا كيف يكسبها؟ بالخبرة بالممارسة ممتاز يمارس المرة بعد الأخرى في المرة الأولى يخطي ثلاث مرات أربع مرات في المرة الثانية يخطي خطأ خطأين ثم يبدأ يعرف إذن بالممارسة كذلك الخبرة طب الخبرة كيف أكسبها؟ من مماشات من محاكات من مصاحبة أهل الخبرة فإذا اقتربت ممن ممن جرب قبلك هذا بخمس سنوات وهذا بعشر سنوات وهذا بعشرين سنة استفدت استفدت خبرة واختصلت لك الحياة المثل عندنا مشهور أكمل معي اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة طيب اللي أكبر مني بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات لا بد تستفيد من حياتهم تستفيد من حياتهم تخيلوا إنسان سلك درباً ليذهب إلى مكة وقد سار من الرياض وبعد خمسين كيلو متراً وجد الطريق مستود فرجع من البداية اللي يذهب إلى الطريق الصحيح لما رجع وجد واحداً عند بداية الطريق فقال له ارجع هذا الطريق مستود أنا قبل الآن جئت من هذا الطريق ارجع هذا الشخص الآخر إن كان عاقل ماذا سيفعل؟ سيرجع لا لا ما له داعي أني أذهب خمسين كيلو ثم أرجع خلص أنا سأستفيد من تجربة الآخرين وإن لم يكن عاقلاً ماذا سيفعل؟ سيذهب سيقول لا لا أنا أريد أن أتأكد وفعلاً يذهب حتى يقضي ساعة كاملة ثم ساعة كاملة في العودة لماذا؟ اختصر على نفسك الطريق جاء إنسانه قال لا تدخل في عالم التدخين لا تدخل في عالم المخدرات لا تدخل في عالم الفساد فإن حلوه لا يقارن بمره فإن سعادته لا تقارن بتعاسته فبعض الناس يعاند إلا أريد أن أدخل في هذا العالم حتى أجرب إذا جربت ستصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها لكن تندم ولا تساعة من دم وإلا فالباب أمام التائبين مفتوح ولله الحمد والمن حسن التدبير يأتي كذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى من أعظم الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى وفي الدعاء الآخر اللهم إني أسألك الهدى والسداد كيف يأتيك السداد؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتعالى